ارجعنا حضراتكم معنا صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وكمان بتفضل جسر ممدود بيننا عشان تفضل مجالس العلم نور وبركة وفتح وتوفيق وسداد يا رب ما تقطع عنا مجالس العلم يا رب وجعلنا دايما من أهل الذكر عندك في الملأ الأعلى يا رب العالمين أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي قط عنده 11 سنة بس من أسبوع تعب وكان عنده احتباس بول وذهبت بيه للدكتور وعمل له أسترى وركب له محليل وبعدين رفض الأكل وعايش على المية واللبن فقط ذهبت بيه للدكتور آخر عمل له سنار وتحليل دم فظهر عنده فشل كلوي من الدرجة الأخيرة وركب له محليل فقط وقال لي حرام عليكم ده بدي تعذب لازم وعطيه حقنا اسمها الموت الرحيم لإني لا أمل من شفاءه وهو كان تعبان جدا وركبت له محليل ولما كان عايز يعمل حمام يعني بيبي كان بيعمل على نفسه أو نشيله ونوديه الحمام هل الموت الرحيم للقطة الميوس من شفاءه حلال ولا حرام أولا عشان بس ما حدش من السادة مشاهدين يتعامل مع ما تقومين به بأي شيء جزاك الله خير على كل ما تعمليه وما حدش يقول طب وليه الاهتمام ده ما نحطهش في الإنسان نحطه في الاثنين ومين قال لك اللي بيهتم بالحيوان بهذه الطريقة لا يهتم بالإنسان بنفس الطريقة بلاش كده وإحنا ربنا جعل الحيوان نهتم به عشان يدربنا عشان نهتم بالإنسان وحد يقول لك ما فيه ناس كتيرة محتاجين لهذا الاهتمام سيدي لا تأتي لصاحب الخير وتقول له دعم ما تفعله من خير وافعل الخير في غيره يا أخي ما جايز هو لو راح يفعل الخير في غيره ما يفعلوش فدع الناس بما ترق به قلوبهم أهم حاجة هو الشخص بيعمل كده ما يكونش بيتفه عمل الخير التاني ده فلذلك رسول الله الصنام قال أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه فما بالك بقى بحد بيرعيه وبيرعي صحته وما إلى ذلك احنا بقى عندنا مسألة مهمة جدا 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 هي مسألة الموت الرحيم الموت الرحيم ده بيتكلم على إن إنسان بيتكلم على إن حيوان حيوان دوت بيحصل إيه إنه هو بيعذب بيعذب ليه لأنه هو في الحقيقة ما عندوش حاجة يستطيع إنه يعيش بيها وهو عايش فيه معاناة شديدة جدا 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 فبيعيش كأنه بيتعذب بيتعذب بإيه بهذه الحياة الحياة التي يعيشها فمسألة الموت الرحيم ده الناس انقسموا فيها إلى قسمين قسم الأولاني قال لا إحنا ما عندناش تعد الشريعة ما تعرفش التعدي على أي حاجة فيها روح بدون ما يكون فيه سند لده لأنه في الحقيقة إن الروح دي لما وضع الله سبحانه وتعالى فيه ما ينفعش إن حد يقرر إن الروح دي تنتهي إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى فيموت بأجله فيموت بإيه بأجله طب وما بنسأل الأصحاب الاتجاه ده طبعا نحن عندناش مزايا في قواة قديمة عندنا دلوقتي إيه كلام في الكلام في الاجتهادات المعاصرة طب نعمل إيه في ده؟ قال خلاص انت لك أن انت تمنع عنه ما به يعيش فيموت فيموت بإيه؟ بأجله زي وكأنه بيئيس عليه رفع الأجهزة عن الإنسان طيب التاني بيقولك لا هو الأمر فيه مختلف عن الإنسان والدليل على ذلك إن احنا فيه عندنا أضحية وفيه عندنا أشياء كتيرة وهذا ليس تعدي على هذه الروح ولكن ده بيكون رحمة بده وبيدخل ده في التوازن في التوازن البيئي والإنه هو ليس كالإنسان يبقى الحيوان ليس كالإنسان فالمسألة دي فيها اتجاهين وطحين وكبار مش اتجاه واحد بس إيه اللي بيرجح حيواناً وليس شيئاً بس أنا عارف في ناس كتيرة بتعشق المسألة دي في ناس كتيرة بتعشق إن ياخدوا الكلام من مجاله ويحطوه في مجال الإنسان لا علاقة لنا بده ما فيش حياة اسمها أبداً موت رحم للإنسان لهذا لا يرد في الإنسان الكلام اللي بتقال في بعض الثقافات وفي بعض الحضارات هذا لا نعرفه في هذا الدين في دين الإسلام لا يعرف الموت الرحم للإنسان لا يعرف ده ورفع الأجهزة عن مريض لا يعني قتلاً رحيماً هذا لا علاقة له بده وده ده لي علاقة بهل التداوي واجب ولا مش واجب عشان بس محدش يخلط ما بين الملفات طيب إيه المرجح لو الأطباء بقى اجتمعوا وقالوا اللي بتعملوه في ده في هذا الحيوان ده شكل من أشكال العذاب شكل من أشكال العذاب لأنه هو في الحقيقة لا ده اللي انت بتعمله فيه ده ما بيخلوهش يعيش انت كده مش رحيم به ولكن انت كده بتعمل ايه بتجعله يدام عليه الحياة بغير المقصد الذي قصده الله له طيب إيه اللي حاصل بناء على مسألة الأطحية بناء على جملة من المسائل الناس قالوا لو أطباء اجتمعوا على ده لنا أن نفعل هذا رحمة به ده بهذه الحالة إذا كانت الحالة تقدرها ده آه ممكن نعمل ده بهذا التقدير وليس هذا من قبيل إذاق الروح لكن لو هو يستطيع انه يعيش هنتركه ونستمر في علاجه طيب في حاجة وسط آه اننا لو امتنعت عن علاجه فمات معالجته ليس تواجبها معالجته ليس تواجبها يبقى عندنا حلين الحل ده واضح ان احنا نمتنع عن علاجه وهذا ليس إثما في هذا دي الحالة اذا كان علاجه يخليه يستمر في هذا العذاب فلا او ان احنا نعمل الكلام ده وليس هذا من قبيل التعدي على مولانا سبحانه وتعالى بل اقرار ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبأكد ان ده ما لديهش علاقة خالص بالانسان خالص السؤال التاني بيقول انا والدي متوفي من فترة قريبة بس قبل الوفاء بحوالي ستة اشهر اخواته مفيش حد فيهم كان بيسأل عليه خالص وهو كان تعبان مش قادر يروح يشوفهم وزعل جدا منهم ومات من غير ما يشوفهم وكان زعلان منهم ايه الحكم في ده في كده الحقيقة ان الحكم في كده اذا كان ده بيكون بعمد لا عن عدم قدرة فده حرام لانه نوع من انواع قطع سلة الارحام ويستاد على فكرة لازم نعرف ان صلة الارحام تتأكد في ظروف خاصة يعني لما يبقى الانسان مريض يتأكد صلة الرحم تتأكد صلة الرحم يعني ايه علينا ان احنا نسعى جاهدين الى ان احنا نعمل ايه نعمل ده فلذلك اذا كان ده عن عمد وعنما قادرين على الزيارة فتركوا الزيارة فازن ان دوت لم يكن هو التصرف الصحيح السديد بل كان يمكن ان يصل الى الحرام اذا كان في قطيعة لساتة الرحم وخاصة في مثل هذا الظرف فهذا الامر كان لا ينبغي ان يكون فعليهم انهم كانوا يصلوا رحمهم ويزوروا اخوهم وخاصة في ظرف المرض السؤال بعد كده بيقول كنت عاوز اعرف لو عملت قرض لزواج بنتي حرام لا ده ما اسموش قرض ولكن ده اسمه تمويل لهذه المسألة انه سواء شراء الجهاز او لتتميم مسائل شراء شيء لها فده نوع من انواع تمويل شراء السلع لبنتك ان انت تعمل الكلام ده ولكن نصحتي ان انت ما تعمليش ده الا اذا كانت عندك قدرة على السداد لان كثير من الاحيان بيعمل كده فايه اللي بيحصل فبيحصل بعض المساوئ بان كثير من السيدات بيحصل لها حالة من حالات حالة من حالات ايه حالة من حالات ان يتصبح من الغارمات عشان لا تستطيع السداد ده وانا بشد على يد المجتمع ان المجتمع يتعاون في مساعدة مثل هذه الام في ان هم يساعدوها في زواج ابنتها وان المجتمع يساعدها بشكل في تعاون على البر والتقو وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يوسع على المجتمع وندعم كل واحد وكل واحدة عايزين يعفوا انفسهم ويعيشوا حياة سعيدة في نعمة ربنا سبحانه وتعالى احنا نعرض الحلقة كانت مليانة تفاصيل كانت حلقة مليانة كلام عن بيت الخطاب الديني اتكلمنا فيها عن حيات جديدة وعن معايير ازاي بيها نأسس عالم يقوم بوظيفة جديدة للعالم ووظيفة فيها ترميم للمجتمع ووظيفة فيها دعم للتنمية ووظيفة فيها قيادة للريادة يا سادة احنا محتاجين ده على وجه السرعة وانا اقترحت خمس ملفات محتاجين ان احنا نشتغل فيها على وجه السرعة ملف يتعلق بالتنمية ملف يتعلق بالتطرف ملف يتعلق بالطراق ملف يتعلق باستعادة دور القيم وملف يتعلق كمان كمان بازاي كل واحد فينا يكون مواطن فعال في حياة المجتمعة يا رب نستطيع ان احنا نعيد جمال ومكانة ونور وظيفة العالم مرة تانية بان احنا نجدد وظيفته فيتجدد نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بأبي و أمي بيعلم لكن كان بيعمل ايه بيبني مجتمع وينوره ويبركه وييده بييد كل واحد في المجتمع في السلم وفي غير السلم في وقت الشدة وفي وقت السراء كان حضرة النبي يده مع كل إنسان محتاج مساعدة في المجتمع المجتمع محتاج لمساعدة العلماء محتاجين نفكر بطريقة مختلفة شوية ونجدد وظيفة العالم لأن تجديد وظيفة العالم تجديد لجمال العالم يا رب اجعل العلماء دايما قيمة إضافية ونور ووسط وبركة على مجتمعنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنهي من الرشد والسداد في كل وقت الوحيد